أطلقت في الفاتيكان الرسالة البابوية الجديدة تحت عنوان جميعنا إخوة والتي وقعها البابا فرانسيس بمدينة أسيزي بإيطاليا وأكد البابا في الرسالة أن العدالة تتطلب أن نعترف ونحترم الحقوق الاجتماعية وحقوق الشعوب وليس فقط حقوق الأفراد كما أكد أن البشرية تحتاج لأن تتعلم العيش المشترك في وآمن وسلام من دون الحاجة لأن نكون جميعا متشابهين فكيف تخدم الوثيقة هذه جهود التضامن الدولي في وجه الوباء وتخطي الصعب ضيفنا من الفاتيكان الليلة وزير الأعلام باولو روفيني أهلا بك معنا أستاذ باولو في سكاي نيوز عربية وتحديدا في غرفة الأخبار وثيقة جميعنا إخوة وقعها البابا فرانسيس اليوم تادف إلى تعزيز العلاقات الإنسانية كم نحن بحاجة اليوم أستاذ باولو في ظل ما يعيشه كوكبنا من أزمات لهذه الوثيقة وعلى رأسها أزمة كورونا أعتقد بأننا يمكن أن نتجاوز هذا الوباء ولكن لا يمكن أن نتجاوز كل المشكلات التي نواجهها ولكن معا فقط يمكن أن نفعل هذا ويمكن علينا أن نفهم بأننا كلنا إخوة وأخوات وبأنه بغض النظر عن الديانة وعن الألوان والأعراق والجنسيات فلا شيء من هذا ينبغي أن يفرقنا علينا أن نكون معا طبعا نحن مختلفون وعلينا أن نتعايش معا نحن كلنا إخوة وأخوات ورغم اختلافتنا لكن معا يمكن أن نتجاوز كل المشكلات سأعود لأسألك سيد باولو عن إمكانيات الإنسان اليوم لتجاوز كل هذه الصعاب بوقوفه إلى جنب الإنسان الآخر من دون النظر إلى اختلافات الآخر لكن هذه الوثيقة بالتحديد وما جاء فيها يذكرنا بوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعت في أبو ظبي في العام الماضي من أجل السلام العالمي والعيش المشترك ما أهمية ما تحقق حتى يومنا هذا بالنسبة للإنسان طبعا لقد قال البابا فرانسيس في مرات عديدة في تلك الوثيقة التي وقعها في أبو ظبي بأن هذه خطوة مهمة جدا لبناء عالم أخوي وأن يكون هناك حوار بين كل الأديان وأنا أعتقد وأستطيع أن أقول بأن هناك رابطا قويا بين الإنسانية وذلك الوثيقة لأنه مثل الطريق الموجود أمامنا والذي ينبغي أن نسير فيه جميعا ورسالة البابا اليوم هي طبعا مثل الطريقة التي تحدث عنها وقال بأن الأديان يمكن أن تتعاون في العديد من المجالات والناس من مختلف الثقافات والأديان عليهم أن يدركوا جميعا بأنهم إخوة وأخوات في الواقع ويستطيعون أن يتجوزوا كل المشكلات معا كما قلت من قبل ولا يحاربون بعضهم البعض مثلا حرية حقوق المرأة والهجرة والاقتصاد طبعا هذه كلها فصول مهمة تحدث عنها البابا وكيف يمكن أيضا لسياسيين وحتى الإعلام نحن الآن طبعا من خلال الإعلام كيف يمكن للإعلام أن يبني الأخوة بدلا من أن يؤدي إلى النزاعات لربما سيد باولو هذه هي النقاط الأهم عندما نتحدث عن بنود هذه الوثيقة من الذي سيطبقها؟ من الذي سيساهم في تحويلها من بنود مكتوبة إلى بنود نعيشها يوميا بين بعضنا البعض؟ وبالتالي نتساءل في هذه الإطار كيف ستكملون هذا الطريق حتى بالفعل تجدون النتائج التي يأمل بها قدسة البابا؟ مثل في كل شيء هناك عديد من الطرق التي يمكن أن تكون مختلفة ولكن معا يمكن أن نتعاون ونغير أستطيع أن أقول بأن الأمر يعتمد على الجميع على كل واحد مننا بدلا من القول بأنه ينبغي فعل هذا علينا أن نقول أنا ينبغي علي أن أفعل هذا وأنا أفعل هذا بدلا من الاعتماد على الآخرين طبعا هذا شيء كما قلت مرتبط أيضا بسياسات الدول وبأيضا المؤسسات الدولية وغيرها أيضا مرتبط بالتعليم مثلا كان هناك القاضي عبد السلام الذي قرأ الوثيقة وتحدث عن خطة لأن يكون هناك مئة شخص من كل العالم ليبدأوا كتابة هذه الرسالة مثلا فيما يخص السياسة والتعليم وكل واحد منهم يمكن أن يتحدث عن موضوع ما وثم نستطيع أن نقول شيئا فيما يخص الاقتصاد أو مثلا في كيفية التعامل مع كل قضية يوميا نواجهها يوميا وهنا أهمية كل إنسان لأنه كل إنسان بمفرد وقادر على خدمة الإنسانية بشكل أو بآخر سيد باولو هل نجحت أزمة كورونا بجمع الناس هذه الأزمة التي ضربت العالم أجمع بكل أطياف وبكل اختلافات وبما أنه تطرقت الوثيقة لهذه الاختلافات أراك تبتسم لماذا؟ لأنه مثل الجميع في حياتنا البابا فرانسيس دائما يقول بأننا يمكن أن نجد أنفسنا بعد الوباء أفضل أو أسوأ ولكن علينا أن نسأل هذا السؤال ولكن كما قلت فإن فيروس كورونا لا يعرف أي حدود ولا يعرف أي خلافات أو فوارق اجتماعية ولا يفرق بين الغني والفقير ولكن في كل مرة حينما نواجه المصاعب يمكن أن يكون لنا ردود هل نغلق على أنفسنا ونفكر في أنفسنا فقط ونجد حل أم يمكن أن نفهم بأن علينا أن نفهم أنه فقط فقط جميعا ومعا يمكن أن نحل المشكلات أود أن أقول بأنني واثق أنا طبعا أقول أنا آمل لأن هذا شيء يتعلق بالمستقبل ولكن أنا آمل بأننا سنتجاوز هذا الوباء وباء فيروس كورونا أفضل ولكن المستقبل ليس مكتوبا الأمر يعتمد علينا جميعا سيد طولو يقول قداسة البابا كم أن عائلتنا البشرية تحتاج لأن تتعلم العيش المشترك في وآمن وسلام دون الحاجة لأن نكون جميعا متشابهين من الشركاء باعتقادك القادرين على تحقيق المسواة بين البشر ولكن طبعا المميزات التي تجعل الناس أفضل تبدأ من إذا فهمت السؤال فإنه يأتي من أن ننظر إلى الآخرين وإذا فهمت بأن مثلا الآخر وبأن الطبعا الذات لا يعني إنكار الآخرين ولكن نفهم بأن الآخرين يمكن أن نتعرف على أنفسنا من خلالهم هذه ربما هي الميزة الأولى لبناء عالم أفضل وهذه هي الطريقة التي يمكن أن نتحاور من دون أن ننكر ذاتنا ولكن نقدم ذاتنا للحوار مع الآخرين إذا فهمت السؤال طبعا لا فهمت السؤال جيدا وكل ما أود أن أفهمه كنت أن الأمور كلها تبدأ من الإنسان سيد طولو من الشخص بنفسه عندما يأخذ هذا القرار سؤالي الأخير لك عن أزمة اللاجئين التي تطرق إلى قدس البابا بشكل واضح هو الذي أشار إلى أربع نقاط مهمة استقبال حماية تعزيز ودمج هؤلاء إلى أي مدى باعتقادك إن طبقت هذه النقاط في كل دولة مضيفة تنتهي أزمة اللاجئين من حول العالم هناك طبعا سؤالان والباب طبعا طرح أمرين لأن قضية إيجاد حلول أفضل للمهاجرين حينما يكونون قد هاجروا بأن نضمن للناس بالحق ليس للهجرة طبعا لأن هذا يتعامل معه من خلال مثلا حقوق الإنسان المعترف بها في العالم وإذن لا أحد يمكن أن يدفع إلى الهجرة إذن ينبغي أن يكون هناك تواصل في المقام الأول وفي الوثيقة مثلا في وثيقة الأخوة الإنسانية فهناك تركيز على حق المواطنة وهذا يعني بأن كل رجل وامرأة له الحق أو لها الحق في أن يكون مواطنا أو مواطنة أينما كانوا من دون أن يدفعوا للخروج من بلدهم وأن تحترم حقوقهم المدنية والدينية والحق في العمل وغيرها شكرا جزيلا لوزير الإعلام باولو روفيني على المشاركة معنا من الفاتيكون ونتمنى لك أيضا عاما سعيدا عرفنا أنه اليوم كان عيد ميلادك شكرا جزيلا شكرا جزيلا